أعلنت مصر رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة محذرة من العواقب الوخيمة لذلك وطالبت مصر بتكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف المدينة لكونها تمثل آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة واقع غير آدمي يعيشه نحو مليون واربعمائة ألف نازح في مدينة رفح الفلسطينية فبعد أن فروا من القصف والاستهداف والقتل العشوائي في مناطق القطاع تكدست بهم جنبات مدينة رفح يلاحقهم الموت هناك أيضاً مع استعداد جيش الاحتلال لدخول المدينة بزعم استكمال عملياته العسكرية رفح تلك المدينة الحدودية المكدسة بخيام النازحين تعاني على كافة المستويات فلا ظروف معيشية مواتية ولا طعام يكفي ولا خدمة طبية متوافرة وسط هذه الصورة القاتمة يأتي القصف الإسرائيلي المتواصل على رفح منذ عدة أيام والذي أصفر عن سقوط شهداء وجرحة المشهد قد يصبح أشد قتامة مع الاستعداد لتنفيذ توغل بري في المدينة مصر من جانبها أعلنت رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على رفح محذرة من العواقب الوخيمة لذلك وطالبت بتكاتف جميع الجهود للحيلولة دون استهداف رفح الفلسطينية كونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة مصر أكدت أيضاً أن استهداف رفح بعملية عسكرية بجانب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع هو إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته كما أكدت أن اتخاذ أي إجراءات إضافية سيؤدي إلى زيادة تعقيد الموقف والإضرار بمصالح الجميع دون استثناء